اشتراك مع مجمع الملك الحسين للأعمال بايولاب متابعين متابعين طقس العرب الكرام في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة نستعرض معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الفترة القادمة تشكل السقيع في العديد من المناطق مع ساعات فجر وصباح هذا اليوم الأربعاء نتيجة انخفاض رجال حارة السطحية إلى ما يقارب الصفر المئوي في العديد من المناطق التوقعات الجوية خلال بقية نهار هذا اليوم الأربعاء متوقع أن تستمر الأجواء مستقرة لكن مع ساعات الليلة القادمة ووفقا لهذا الملخص هناك توقعات بهطول زخات أمطار محلية في العديد من المناطق ذلك الحال البرد هذه الزخات ستكون لفترات وجهزة وذلك بفعل تأثير امتداد ضعيف لمنخفة جوية تحرك بعيدة عن مملكة نحو الأراضي التركية إضافة إلى دولتي سوريا ولبنان وبالتالي تتأثر المملكة بأطراف هذه الفعلية الجوية تعود الأجواء للاستقرار مع ساعات صباحها غدن الخميس لكن مع بقاءة درجات حارة دون معدلاتها المعتادة في مثل الضغط من العام ما بين ثلاث إلى أربع درجات مئوي وبالتالي استمار الأجواء باردة مع ساعات النهار وباردة بشكل لافت مع ساعات الليل مع توقعات باستمار تشكل السقيع في العديد من المناطق توقعات كذلك الحال بقدوم منخفض جوي جديد بمشيئة الله مع ساعات النهار يوم الأحد القادم هذا المنخفض الجوي سيكون وفقا لمؤشر تقصى عرب الخاص بشدة المنخفضات الجوية سيكون من الدرجة الثانية وفقا لآخر هذه التحديثات وسنبقيكم في قادم الأيام على طلاع بآخر التحديثات الحالة الجوية الخاصة بالأسبوع القادم نعود معكم لتوقعات الخاصة بالليلة القادمة ست درجات مئوية هي درجة الحال الصغر المتوقعة في العاصمة عمان تكون أقل من ذلك في مرتفعات العاصمة بين ثلاث إلى أربع درجات مئوية وأجواء غير مجزئية مع تكاثر للسحب على ارتفاعات مختلفة وهطول زخات محلية من الأمطار والبرد في العديد مناطق الاسيمة المرتفعة منها في ذلك الحال أنك توقعت بالنشاط على الرياح الجنوبية الغربية في المناطق المرتفعة الفترة القادمة كما نلاحظ درجات حارة دون معدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام تقريبا ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية مع ساعة الليل هناك أجواء باردة بشكل لافت وتوقعات بتشكل الصقيع طوال الليالي القادمة بالذات ليلة الخميس على الجمعة في مناطق واسعة من مملكها قد تطال بذلك مناطق الأغوار الشمالية مع بداية الأسبوع القادم هناك فعالية جوية جديدة سنتحدث عنها في مزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة كان كل ذلك حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر